ولمزيد من التفاصيل حول نهاء كأس الخليج يسعدنا أن ينضم إلينا من البصرة عبر الهاتف أسطحة في أرياضي قاسم حسون صباح الخير أستاذ قاسم رحب فيك معنا بصباح جديد ورح أبدأ من مباراة اليوم موعدنا مع نهاء كأس الخليج بين العراق وعمان في مباراة من المتوقع أن تكون قوية جدا خاصة أنه اللقب غائب عن العراق صاحب الأرض والجمهور منذ 35 عام وتحديد من سنة 1988 شو بتقدر تحكينا عن هاي المباراة؟ نعم صباح الخير يكون وعلى متابعي خلاة القارة الإخبارية وأنا وسلم بكم دائما تطلتوا بالتقرير الجميل في عدة زميننا من البصرة أيضا مراقل القناة المباراة اليوم مباراة مهمة جدا طابل فريقين فريقين تبتهان بإمكانية والطاقات الشبابية واعدة الأراق يعتمد على حاملين الأربع الجمهور وبمناسبة تحديث عن الجمهور فأن الجماهير الأراقية قد توافدت إلى ملعب جدى النخلة في المديرة رياضية منذ الساعة السابسة صباحا قبل أكثر من 10 ساعة في 14 ساعة الجمهور الأراقية بدأ يتوافد من الهد والآن هناك يعني أعداد بشرية آيلة بدأت تغيط الملعب ويبدون من المباراة أرم أنه ملعب بلدية البصرة محافظ البصرة ووزنة الشباب فتح الملعب الثاني ملعب الميناء وبالشعشات أضافة إلى فتح أكثر من 20 شاشة تعرب في شوارع البصرة أضافة إلى فتح ملعب النجف وملعب كربلا وملعب المدينة في بغداد وملعب الأربيل وكل أمام الجماهير من غرض استيعاب ولكن المباراة تكون صعبة أكيدة على الفريقين فريق الأرماني يطمح إلى تغيير لقب ثالث يضم نخبة للشباب مدرب على مستوى عالي وملاك استقرار بالفريق الأرماني استقرار بفترة وإقامة مباريات منتغب العراق تم تشكيله مؤخرا بعد النخيات كاثر العرب وتصريات كاثر العالم المدرب الأسباني كأساس لم يأخذ المباراة وإديها سواء واحدة قبل بطولة منتغب الكويت ولكن الآن المستوى تتصاعد في هذا الاستقرار المدرب يعمل كل مباراة على إشراك لئين وثلاثة لعبين لنغرب الوقوف على التشكيل النهاية اللي ممكن ستقابل أمام في مباراة اليوم أستاذ قاسم بجانب الجماهير الكبيرة اللي هتحضر المباراة ولحضرتك أشرت إليهم مين أبرز الرموز والشخصيات اللي هتحضر المباراة اليوم هناك دعوات إلى رؤسة الاتحادات العربية وأيضا حتى الأفريقية اليوم وصل رئيس الاتحاد النيجيري إلى البصرة أكيد هناك ممثل سيكون عن نولة رئيس الوزراء أضافه إلى حضور رئيس وزير الشباب والرياضة المحافظ البصرة هناك دعوات أيضا مثل ما كان من الاتتاح حضر رئيس رجلس النواب وسيد رئيس رجلس القبع العلى وعلى الكبير من الوزراء والنواب رئيس الشعب وأيضا هناك جفارات ورسال وفوذ الخليجية ومثلين عن عدة اتحادات رياضية حقيقة ما نطمح إليه هو حققتها بطولة البصرة بهذا النجاح على عرس الخليجي الكبير اللي يفتح أبواب مشرقة على الخليج العربي وعلى الوطن العربي بشكل عام وبعث رسائل المحبة ورسائل المودة ورسائل السلام على أن العراق بلد مستقن وأمن والله الحمد ونسعى إلى رفع الحظة الكلي وهذا هو المهم لهضور بعد الحظة رئيس الاتحاد الدولي الفالسينيو إلى البصرة في يوم الافتتاح ونتمنى أن يكون ذلك في وقت مبكر لغربة إقامة بطولات عربية واشيوية ونتمنى إقامة بطولة كأس العرب وأن نهضى باستقبال منتخبات مصر والجزائر وتونس وأن نتشرف بلقاء خدنا من المشجعين وإنصار هذه المنتخبات على أرض العراق في أي مكان كان أستاذ قاسم في حضور قمهيري كبير متوقع النهاردة عايز أعرف منك أكثر عن كيف تصير أمور التنظيم يعني هناك مناشدات ودعوات من الإعلام والمسؤولين على أنه من لم يتذكر يعني يجب عدم الحضور ولكن العطش الكبير والشوق مثل هكذا أبو بطولات غائبة عن العراق ضد العزيزة يعني عليك أن تتصوري أنه العراق منذ أربعين أهم كما تعلمين لم يخب أي بطولة وأي مباراة رسمية على أرض وهذا الشوق واللاثة يعني دينا أجيال لانترام منتخبها يلعب على أعرف الأعرف ولكن ما هذا؟ هناك قيادة العمليات المصنية وأولاك رجال المتطورين ورجال الدفاع والداخلية كل بستنفر منذ ليلة أمس لرم تسيير والسيابية الدخول وداد ضمن الدراقة فقط ولكن ما أكدت قبل قليل أنه هناك ملعب آخر ملعب الميناء سيفتح في الساعة قبل ساعتين من المباراة ويكون معلق قاصل هو الزميل قليل بنوشي بن عمان سيعلق داخل الملعب أستاذ قاسم نحن بدورنا كمان نتمنى كل التوفيق للفريقين صحف الرياضي قاسم حسون شكرا جزينا لك كنت معنا من البصرة